بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل الآيات التي نقف معها في هذا المقطع من سورة آل عمران تحدثنا عن قضية من أعظم القضايا التي جاء بها هذا الكتاب الكريم لإصلاح هذا الإنسان المخلوق المكرم وقلنا مرارا ونكرر ذلك دائما أن الإنسان مقصود رسالة السماء وأن رسالة السماء غايتها صلاح الإنسان بأن يكون صالحا وأن هذا الصلاح طريقه أن يهتد الإنسان بهود القرآن فليس هناك إنسان صالح إلا من اهتدى بهدى القرآن وهذا الصلاح الذي يراد للإنسان صلاح في الدنيا وصلاح في الأخرى فصلاح الدنيا بأن يعيش الحياة الطيبة فلن نحيينه حياة طيبة وصلاح الأخرى أن يكون من أهل الجنة وأن لا يكون من أهل النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالصلاح الذي يريده رب الأرباب جل جلاله لعبيده أن ينعموا وأن يسعدوا في الدنيا والآخرة وأصبح هذا منهج هذا الكتاب في عرض هذه الشريعة على الإنسان فإن شريعة الله عز وجل تعرض على الإنسان صلاح الدارين وسعادة الدارين والفوز في الدارين والنجاة في الدارين وعليه فلا يصح للإنسان أن يقدم شريعة الله على أنها تقدم للإنسان السعادة في الآخرة دون الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة دون الدنيا فليس هذا من منهج القرآن وكذلك ليس من منهج القرآن ولا طريقة القرآن أن تقدم الشريعة على أنها تحقق مصلحة الإنسان في الدنيا فقط وأنها تسعده في الدنيا فقط وإنما أن هذه الشريعة تحقق لمتبعها الصلاح في الدارين والقضية التي أقول أنها من أعظم القضايا لصلاح هذا الإنسان قضية إيمانه بأن بعد هذه الحياة حياة وأن بعد الموت بعث وأنه ليست الدنيا نهاية المطاف للإنسان هذه القضية التي صارت أو عُرِضت في القرآن على أنها رُكُن من أركان الإيمان هذا الوصف العظيم للإنسان وأنها تُعتَبَرُ سِمَة من سِمَات المُتَّقِين الخائفين من ربهم الوجيلين من ذلك اليوم العظيم يوم الوقوف بين يدي رب العالمين فهو إيمانٌ بأن بعد الحياة حياة وهذه قضية فارقة في حياة البشر بين من يتيقن بالبعث بعد الموت وبين من لا يؤمن بالبعث بعد الموت وكانت من أعظم القضايا التي دار عليها الحوار والنقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قومه وهي قضية البعث بعد الموت والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن والفارق كبير بين إنسانٍ يؤمن بأن بعد الحياة حياة فكيف سيكون تعامله مع كل ما يملك وكيف سيكون تعامله مع كل ما يعمل وكل ما يقول فمن يؤمن أن هذه الدنيا دار عمل وبعد العمل جزاءٌ وحساب من آمن بيقينٍ وصدق وكان بين عينيه قول ربه عز وجل فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يرى ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يرى ويقرأ بكل إيمانٍ ويقين قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً لا يمكن أن يكون إنسان تيقن ذلك الأمر واستيقنه ويقرأ وكأنه واقفٌ ذاك الموقف العظيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عدًا لقد أحصاهم وعدهم عدًا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا فهل يمكن أن يكون إنسان تيقن ذلك كله أن يستخف بالعمل في هذه الدنيا وأن يتعامل مع متاعها على أنه نهاية المتاع ومع شهواتها أنها نهاية الشهوات ومع ملكها على أنه نهاية الملك والتملك لا يمكن ولذلك كانت هذه القضية قضية الإيمان بالغيب قضية الإيمان باليوم الآخر قضية الإيمان بالجنة والنار قضية محورية في بناء عقلية الإنسان المؤمن ويعتبر ركنٌ رئيس في بناء شخصيته تميِّزه عن غيره في تصوُّره للدنيا وتجعله أوسع من غيره أفقًا وأوسع نظرًا وأشمل في إدراك المصالح من إنسانٍ يتعامل على أن الدنيا هي نهاية المطافلة والقرآن عندما عرض هذه القضية لما كانت قضية محورية في بناء وصف الإيمان ووصف التقوى ووصف الإسلام ووصف الإحسان لما كانت ركناً رئيساً فإننا نجد هذا الكتاب العظيم وهو يعرض هذه القضية يعرضها على طريقته التي تبني الأمور الرئيس بناءً عميقًا في داخل النفس وفي أعماق القلب وتحوِّل ذاك الأمر من مجرد وصفٍ عابر إلى معتقدٍ جازمٍ راسخٍ في القلب يتعامل الإنسان مع ذلك الغيب وكأنه يراه بل يُصبح إيمانه بذاك الغيب والثقة في حدوثه وحصوله أعظم مما هو في يده لأنه تربَّى على طريقة القرآن التي تُخرِجُ هذا الإنسان الوافق بما وعد الله عز وجل به المُتيقِّن لحدوث ذلك أكثر من تيقُّنه بما هو في يده من الأشياء وأنه لا يُمكن أن يتردَّد في مصداقية ذلك الأمر وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأول الذي ربَّاهم هذا الكتاب وربَّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب فكانوا النموذج في هذه اليقينية في هذه اليقينية والتصديق والجزم بحقَّانية هذا الخبر فكانت تلك المواقف من مجموعهم ما دلَّ على أن هذا الأمر كان محلَّ اليقين وهم من كانوا قبل بعتته صلى الله عليه وسلم لا يُؤمنون بالبعث بل قالوا كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فيتعاملون مع هذا الأمر ابتداءً على أنه مستحيل ولا يكون وعندما تربَّوا على القرآن تيقَّنوا هذا الأمر وأصبحوا يتعاملون معه بمنتهى اليقين كما قلنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة بدر بعد أن تقابلوا مع خصومهم قام وخطب فيهم ثم قال قوموا إلى جنَّةٍ عرضها السماوات والأرض هل هم الآن ينظرون إلى الجنَّة؟ هل هم وطأوا بأقدامهم الجنَّة؟ لا لكنه خبر الله الذي قرأوه في القرآن وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين فقام عمير بن الحمام قال يا رسول الله جنَّةٌ عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخٍ بخٍ قال ما دفعك أن تقول ما قلت قال والله يا رسول الله ليس إلا طمعًا أن أكون من أهلها قال إنك من أهلها فأخرج تمرات من كمه في يده ثم رمى بها وقال لأن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياةٌ طويلة هذا اليقين الذي أوصل هؤلاء إلى تلك الدرجة والمنزلة إن من لم يتربَّى على القرآن وعلى طريقة القرآن لن يصل إلى هذا اليقين ولا إلى قريب من هذا اليقين وأبو طلح رضي الله عنه عندما قرأ قول الله عز وجل ومن يُقرض الله قرضًا حسنًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقال يا رسول الله هل الله عز وجل يستقرض منا؟ قال نعم فقال يا رسول الله إن خير مالي أفضل ما أملك بئر حاء بئر وحولها بستان وكان ماءها من أحلى ماء المدينة فقال أشهدك يا رسول الله أني أقرضتها لربي وأبو الدحداح رضي الله عنه وغيرهم وغيرهم كثير فكيف وصل أولئك إلى هذه اليقينية بالإيمان بالغير فمن لم يتربى على القرآن ويعود لقراءة القرآن بالتدبر والفهم ليبني هذا اليقين فلن يستطيع أن يترقى في تلك الدرجات فالآيات التي بين أيدينا وهي تخبرنا عن إخبار الله عز وجل عن دارين فيما سبق ذكره في الآيات السابقة والسبب الذي نزلت فيه هذه السورة العظيمة سورة آل عمران إلى أن وقفنا إلى أن الله عز وجل يخبر أنه في هذه الدنيا خلق الإنسان على خلقة وفطره على فطرة وغرس فيه غرائز فأخبر عما غرس في الإنسان من تلك الغرائز فقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى علَّق قلوب العباد بهذه الغرائز لما في ذلك من مصالح وأعظم تلك المصالح مصلحتين كما مر معنا المصلحة الأولى أن من تلك الغرائز ما سيكون بوجوده وفق نظام الله وقانونه الذي وضعه لهذه الدنيا أن يكون سببا في بقاء جنس بني آدم فلما قضى وقدر أن يكون تناسل هذا الإنسان بتلاقي الرجل مع المرأة فجعل هذا الأمر غريزة وهو ميل الرجل نحو المرأة والمرأة نحو الرجل فإنك تجد هذا الأمر غريزة قد جعلها الله عز وجل في الناس ليتحقق بقاء جنس الإنسان وليكون آية للإنسان يرى كمال قدرة الحكيم العليم جل جلال فإذاً هذا الجانب الأول بالنسبة لتلك الغرائز وهو ماذا؟ أن تلك الغرائز يتحقق منها وبها تلك المصلحة العظيمة وهو بقاء هذا الجنس الإنسان إلى الأمد الذي قدره الله عز وجل له ولم يوكل هذا الأمر إلى الإختيار وإنما أوكل هذا الأمر إلى الإضطرار فهو غريزة يجدها الإنسان في نفسه والجانب الثاني لهذه الحكمة في الغرائز وهو أن الله عز وجل خلق هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان لهذا الإنسان الذي خير فاختار خير بين أمرين أن يحقق مقصود الوجود وهو عبادة الله عز وجل على صورة الاضطرار أم على صورة الاختيار فاختار أن يحقق مقصود الوجود على صورة الاختيار فأصبح حاملاً للأمانة فأصبح حاملاً للأمانة فلما كان حاملاً للأمانة فكانت الحكمة أن يبتلى وأن يمتحن فمما سيبتلى به ويمتحن به تلك الغرائز التي خلقها الله عز وجل فيه ثم جعلها كقوة دافعة للإنسان نحو تحقيق طريقها وجعل تحقيق الطريق بين طرفين ووسط إما ترك وإغلاق وإما خروج وإسفاف وإما توازن وتوسط فالغريزة قوة دافعة والحق يأخذك إلى أن تحقق إشباعها على التوازن وعدو الله إبليس يأخذك لتخرج من أحد الطرفين فمن اعتسف وأغلقها عاش حياة الظنك وخرج عن الحق ومن أغرقها بكل إشباع بدون قيد ولا نص ولا شرع ولا حد شرعي فهو أخرج من الباب الآخر فقوة الغرائز دافعة نحو إشباعها ويبقى الإنسان بين داعيين بين داعٍ يحقق له التوازن في إشباعها فيغنم في الدنيا وتكون طريقاً لمغنمه في الأخرى أو يأخذ به إبليس إما أن تكون سبماً أن هذا الطريق ينحرم منها في الدنيا والآخرة أو يحقق له هذا الأمر في الدنيا ويحرم منه في الآخرة فكانت الغرائز ميداناً للإبتلاء والامتحان للإبتلاء والامتحان وكل ما ذكر إن تأملناه نجد ذلك زيِّن للناس حب الشهوات من النساء أليس هناك طريق مشروع لهذه المتعة بلى أليس هناك طريق محرم بلى أليس هناك طريق ممنوع للترك كما جاء الثلاث النفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبر فتقالوها فقال أحدهم أما أنا فأعتزل النساء فهل أقره النبي صلى الله عليه وسلم لا إذن الامتناع ليس شرعاً كلية وأيضاً هناك من يتجاوز بالإشباع بطريق غير مشروع بالزنا والنظر وغير ذلك وهكذا المال وهكذا كل ما ذكر من الشهوات التي ذكرت في الآية فإذا نجد أن الإنسان بين داعيين داعٍ ليشبع تلك الشهوات على طريقٍ متوازنٍ يحقق له سعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها ويجعلها أيضاً ثمناً يقدمه ليشتري به سعادةً أكمل في الأخرى ولذلك يقول شيخ الإسلام من لم يدخل جنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة ففي الدنيا جنة وهي مقدمتها وأعظم ما فيها أيضاً أعظم ما في الجنة فأعظم ما في الدنيا محبة الله والقرب منه وأعظم ما في الجنة رضوان الله والنظر إلى وجهه جل جلال فعندما أخبر الله عز وجل عن تلك الحياة الدنيا قال قل أأنبئكم بخيرٍ من ذلكم بمعنى وهنا نعود أيضاً إلى كلمة كررناها وقلنا إن المؤمن إنسانٌ أخروي وما معنى إنسانٌ أخروي فهو يعمل في الدنيا لأجل الآخرة ويتمتع بمتاع الدنيا ليكون طريقاً إلى متاع الآخرة هذا هو الإنسان الأخروي وأما من يظن أننا إذا قلنا أن المؤمن إنسانٌ أخروي فهو الإنسان التارك للدنيا والعمل فيها فنقول له لم تعرف مراد الله ولذلك لا يؤخذ دائماً بالذات القضايا الكلية والقضايا الكبرى لا تؤخذ من مجرد نصٍ واحد فالذي أمر في موطنٍ بالزهد في الدنيا قال في موطنٍ آخر كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلذلك هذا شأن المؤمن فهو إنسانٌ أخروي يعمل في دنياه لأجل آخرته ويتمتع بما أحل الله طالباً ما عند الله من النعيم الأكمل من النعيم الأكمل فعندما ذكر الله عز وجل حال الدنيا ليكتمل بناء هذا الإنسان الأخروي فبماذا جاء التوجيه؟ جاء التوجيه بأمرين أو بطريقين الأول الإخبار عن خيرية تلك الدار وعلوها عن الدار الأولى وهذه واحدة والطريق الثاني الإخبار بكيفية التعامل مع الدار الأولى ليتحقق التوازن الذي قلنا وأشرنا إليه في الدنيا وليقدم الثمن لنعيم الآخرة مرة أخرى الآن في قول الله عز وجل زيّن للناس حب الشهوات عرفنا أن الراجح أن المزيّن هنا من هو الله خلقة غريزة وقلنا أن لذلك حكم وأشرنا إلى حكمتين عظيمتين لا تنسى في هذا التزيين فإذا أول حكم ما هي؟ أنه مرتبط بهذه الغرائز الغرائز قضية البقاء لجنس الإنسان على ظهر هذه الأرض إلى المدة التي قدّرها الله لوجود الإنسان في الدنيا فهذا البقاء لم يُنط أصله إلى قضية الإختيار وإنما أنيط إلى الإضطرار فالشهوات والغرائز من أكبر الأدلة على ذلك ومن أوضحها وأظهرها تلك الغريزة التي جُعلت في الرجل والمرأة بميل كل منهما نحو الآخر ليكون من وراء ذلك التلاقي التناسل الذي به يبقى الإنسان على ظهر الأرض وليس هناك طريقة أخرى لبقاء الإنسان فجُعل ذلك الأمر غريزة فهذه حكمة وحكمة عظيمة والحكمة الثانية حكمة ماذا؟ حكمة الوجود ولعلنا ما نسينا أيضاً مما نقول ونكرِّر كما أن الوجود له غاية وهي عبادة الله وحده فإن الوجود الإنساني له حكمة ما هي الحكمة؟ قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمل فحكمة الوجود الابتلاء والامتحان والاختبار فكانت الغرائز أيضاً من حكمتها أنها تحقِّق هذا الأمر وهو أمر الابتلاء والامتحان كيف أن الغريزة قوةٌ دافعةٌ للإنسان نحو ماذا؟ نحو إشباعها قوة عارمة نحو إشباعها وجُعل الإشباع يمكن أن يتحقَّق على طريقه طريق التوازن وهو الاستقامة وطريق الخروج عن التوازن فالابتلاء حيث أن الإنسان مُكِّن وهُيِّئا وجُعل له القابلية أنه ينطلق في إشباع الغرائز إما على هذا التوازن أو ينحرف عنه فكان محل الابتلاء في ذلك وكما تبين لنا مثل ما قلنا المرأة فالإنسان له طريق وللمرأة طريق في إشباع تلك الغريزة بطريقٍ مشروع وهل يمكن أن يحقِّق إشباعها بغير طريقٍ مشروع؟ الجواب نعم والمال هل يمكن أن يحقِّق حاجته بالطريق المشروع؟ نعم وهل يمكن أن يحقِّق ويُشبع غريزته بغير الطريق المشروع؟ الجواب نعم وهذا قول الله وهديناه النجدين أي أنه يمكن أن يعيش بأيٍ من الطريقين ولكن شتان بين هذه النتيجة لهذا الطريق والنتيجة لهذا الطريق فعندما ذكرنا الآن هذا الجانب الأول والإخبار عن العيش في الدنيا من منطلق الغرائز فكيف جاء التعامل معها؟ قلنا القرآن في الجواب أنه ذكر لنا طريقين عظيمين الأول ما هو؟ الإخبار عن الدار الأخرى وبيان المفاضلة والمفارقة هذا الطريق الأول الطريق الثاني والذي لا يقل أهميةً أنه كيف أنت ستحدث التوازن مع الغرائز؟ أول شيء في التوازن أن تعلم أن هناك دار أخرى هي أعظم من هذه هذا فقط الإخبار عنه سيجعل الإنسان يبدأ يتحفظ في إشباع كل الغرائز خوفاً من أنه يفقد شيئاً في تلك الدار الأعظم والأفضل وأما الطريق الثاني الذي جاء الإخبار عنه وهو كيفية التعامل لتحقيق التوازن الموصل إلى كمال المتعة في الدار الأخرى بالطريقين والذي بين أيدينا إخبار عن ذلك فابتدأ القرآن بالأول وهو ماذا؟ إخباره عن الدار الأخرى وهذه بداية لو تأملناها منطقية وبدهية لأنه إذا لم يعلم الإنسان أن هناك دار أخرى وأن التوازن هنا سيكون هو الثمن للأخرى فلو قيل له فقط توازن في هذه الدار هل سيقبل؟ قد يقبل وقد لا يقبل لكن عندما يخبر بالدار الأخرى وأنها أفضل ويخاطب بالخطاب وتبنى القناعات بما يجعله كما قلت يصبح يتعامل معها على أنها يقين يتيقنه أكثر مما في يده فإذا جاءه بعد ذلك الإخبار أن توازن في الأولى لتنال هذه الدار الأخرى التي أصبحت تتيقنها هل سيستجيب للتوازن أو لا يستجيب؟ سيستجيب وهذه طريقة القرآن وهكذا يعلمنا الله هكذا يعلمنا الله كيف نربي أنفسنا كيف نقنع عقولنا لا إكراها في الدين ليس ذو مكانة عالية في ميزان الله من يُكره ويُجبر على فعل الحق الله يريد إنساناً يُقبل عليه بمنتهى الرضا والقناعة والقبول والطمأنين وهذا أمر لا بد أن ندرك وأن ندرك كيف يتعامل الكريم الجليل مع الإنسان أليس هو مخلوقه المُكرَّم؟ أليس هو آية من آياته في هذا الوجود؟ لذلك يأمرنا الله أن نتفكر في أنفسنا ليكون طريقاً إلى إيماننا به فنحن آية لنا حتى نؤمن بربنا فكما جعل خلق السماوات والأرض آية لنا لنؤمن فجعل التفكر في أنفسنا آية حتى نؤمن وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلذلك لا بد أن نعي هذا يا إخوة وأن نفهم أن الجليل جل جلاله والكريم سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان ومن أعظم التكريم للإنسان إنزال هذا الهدى عليه وإذا رجعنا إلى هدى وجدناه كيف يخاطب هذا الإنسان كيف يبني القناعات عندك يا ابن آدم ليست القضية إكراه القضية أن يعرض عليك الحق وأن يخاطب عقلك وأن تستعمل عقلك السليم فيما عرض عليك وبعد ذلك اختار وبعد ذلك اختار لنفسك وأما الإكراه فليس هذا هو الطريق الأساس الرئيس لدعوة الحق أبدا أبدا فنجد إذن القرآن فننظر ابتداءا هذا الترتيب دارين التوازن في الأولى مطلب لحصول الأخرى إذن لا بد أن يكون إخبار عن الأخرى وبناء اليقين بوجودها والطمأنين لذلك فإذا سرت مطمئنا للأخرى فعندها ستستجيب لكل ما هو مطلوب منك أن تتعامل به نحو العاجلة ولا تجد في نفسك أدنى صعوبة ما الذي يدفع أبو الدحداح رضي الله عنه إنسان عنده ولد عنده زوجة يسكن في داره وفي مزرعته يأكل منها ثم يعرض عليه عرضا ويقرأ آية وإذا به يذهب إلى داره ولا يدخل الباب من وراء حائط بستانه يا أم الدحداح فترد عليه فهو زوجها وأبو ولدها فيطلب منها أن تخرج أن تخرج هي وولدها من دارها والبستان الذي تأكل منه وأن يكون هذا صدقة لفقراء المسلمين وما هو الثمن الجنة دار أخرى فما الذي جعلهم ينفقون ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك تركت لهم الله ورسوله ما الذي يجعل الواحد منهم يضرب في المعركة وفيه رمق من روح فإذا به يصرخ قائلا فست ورب الكعب أليس هذا هو اليقين بتلك الدار فهؤلاء عندما بني في نفوسهم هذا اليقين قيل لهم أنفقوا فأنفقوا قيل لهم هاجروا فهاجروا قيل لهم جاهدوا فجاهدوا قيل لهم تعلموا وفرغوا من وقتكم ففرغوا وتعلموا قيل لهم علموا فعلموا فإذا هذا اليقين فنجد أن القرآن يبدأ كطريقته في هذا الأمر فقال الله قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وهذا ما وقفنا معه أيضا في درسنا الماضي ورأينا كيف أخبر الله جل جلاله عن تلك الدار وأخبر بالأعلى ثم الأعلى منه فالأعلى الجنات والأزواج بالأوصاف المذكورة والأعلى منه رضوان من الله وقلنا أنه قدم الجنات على الزوجات هنا فإنه قدم الدار على من سكن فيها هذه واحدة وثانية أنه قدم الجنات مخبرا عن نعيم فيها عظيم ما هو وهو الخلود ثم أيضا لم يذكر المال ولم يذكر الولد لأن المال يمتلك في الدنيا من أجل طلب المعاوضة لما يحتاج الإنسان ففي الجنة لا يحتاج إلى المال لأن الجنة مكتمل متاعها وعبر هنا عن الاكتمال كما قال العلماء الأصل في البساتين أن الأنهار منها أو تأتيها الأنهار من خارجها وتدخل فيها تأتيها من خارجها وتدخل فيها لو انقطعت من خارجها لجفت أما الجنة فيخبر الله أن أنهارها منها وهو دليل على كمال الاكتفاء فلما كانت بهذه الكيفية لا يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحرف ثم ذكر الزوجات ووصفهم بهذا الوصف الذي يدل على الكمال مما يعتري المرأة من النقص في دنياها فقال وأزواج مطهرة مطهرة حسا مما يطرأ على المرأة من الحيض ومن أثر النفاس ومطهرة أيضا معنا فالمرأة خالصة لزوجها في الجنة لا تتعلق بغيره وكذلك في خلقها فأخبر الله عز وجل عن تلك الدار بهذه الأوصاف الدار التي على كمال المتع في مقابل متع الدنيا ثم أحاطها بذاك الأمر العظيم الجليل الذي هو رضوان من الله وإذا كان الإنسان في الدنيا سعادته سعادته في الدنيا حين يشعر أنه في عمل يرضي الله وهذا شأن المؤمن ولا أسعد عند المؤمن من أن يكون على طاعة وفق لها فيشعر أنه قام بها إرضاءً لربه وضحى بكذا إرضاءً لربه وفعل كذا إرضاءً لربه فهو في الدنيا يجتهد في أن يرضي ربه وفي الآخرة ما هو متاعه أن الله يخبره بأنه راض عنه وشتان ما بين السعادتين سعادة من؟ سعادته في إرضاء ربه وفي الجنة سعادته في أنه يعيش في رضوان ربه فالله عز وجل أعلن لأهل الجنة رضاه وأنه لا يسخط عليهم أبداً فبعد أن ذكر هذا الأمر فيقول الله خاتماً هذه الآية هو الله بصيرٌ بالعباد بصيرٌ بالعباد بالنسبة للحال الأولى وللحال الثانية للحال الأولى في حال زين للناس حب الشهوات بصيرٌ بالعباد بحقائق ما في نفوسهم من التعامل مع تلك الشهوات توازناً وعدم توازن لأن أساس التوازن مع الشهوات ينطلق من أين؟ من عمل القلوب وإرادة النفوس فالإنسان قد يقول قولاً على أنه زاهدٌ في الدنيا والقلب معلقٌ بالدنيا وقد يفعل الإنسان فعلاً ينظر الناظر على أنه محبٌ للدنيا وحقيقة ما في قلبه أنه زاهدٌ في الدنيا فالله بصيرٌ بالعباد مطلعٌ على حقائق ما في نفوسهم في تعاملهم مع تلك الشهوات ظاهراً وباطنا وإن قلنا للدار الأخرى الجنة والله بصيرٌ بالعباد أي أن الله بصيرٌ بالعباد فينزلهم في الجنة على قدر منازلهم ومنازلهم على قدر تعاملهم مع الشهوات في الدنيا فلما كانوا متفاوتون في ذلك وليس كل هؤلاء وإن كانوا في خط التوازل لكن ليسوا كلهم على رتبةٍ واحدة فلذلك تختلف مراتبهم في الجنة فالله بصيرٌ بالعباد أي سينزل كل واحدٍ من هؤلاء على مقدار ما قدم في الدنيا وحقق من التوازن في إشباع تلك الشهوات والله بصيرٌ بالعباد فبعد أن بيَّن الجانب الأول وهو الدار الأخرى وفضَّلها وبيَّن معا الآن شرط إلى شيء وشيءٌ في درسنا الماضي ينتقل بعد ذلك لبيان منهج التعامل مع الشهوات ليحدث التوازن وهذا حقيقةً هو الأهم لنا الآن لأنه هو الذي ينبغي أن نفهمه فهماً جيداً لنمتثل به لأن ما سيذكر وانتبهوا لهذه الكلمة كما نصَّى علماء التفسير عليها أن الله عز وجل ذكر هنا سبع صفات سبع صفات من لم يأتها لم يأتي بها فلن يدخل الجنة فإذن هذا هو الأهم لنا وهو أننا نفهم ما هو المطلوب منا لا يشغلك ما وعدك الله به ولكن لتكن منشغلاً ما أمرك الله به ما وعد عليه سيكون بل الله جل جلاله أوف الأوفياء والله لا يخلف الميعاد والله أكرم الكرماء لا تشغل بالك بهذا الجانب واطمئن فقط آمن وتيقن ما الذي ينبغي أن تشغل فكرك وجهدك به ما أمرك الله به ما أمرك الله بهذا المطلوب منك أما ذاك الذي على ربك فاطمئن فاطمئن فالله أوف الأوفياء وأكرم الكرماء ولكن انظر إلى ما كلفت به أن وأمرت به أن وسيسألك الله عن وسيكون هو الثمن وهو العمل الذي ستقدمه بين يديك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فالسبع الصفات المذكورة ما هي؟ الوصف الأول التقوى الثاني الإيمان الثالث الصبر الرابع الصدق الخامس القنوط السادس الإنفاق السابع الاستغفار بالأسحار سبع صفات سبع صفات الله سبحانه وتعالى ذكرها لمن؟ قال قل هل؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله هذا الوعد لأصحاب هذه الأوصاف فكان البدء بالتقوى والكلمات القرآنية وبالذات الكلمات وهنا دائما أيضا نكرر ونقول صلاحك أيها الإنسان في هدى ربك وهدى ربك ما هو؟ كلمات أليس هدى الله وهذا القرآن؟ ما هو القرآن؟ كلام الله قال الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لذلك أول مطلب حافظ على كلمات القرآن واحفظ كلمات القرآن واعرف ما هي الكلمات محل الأمر محل عقاد الصلاح لك هذه التي لا تفرط فيها احفظها بلفظها وافهم مراد الله منها وتعامل بها مع من حولك وطبق مقتضاها على نفسك ولتكن هي الكلمات التي نعيش بها ولذلك إنسان نقول أين في حياتنا كلمة الإيمان كلمة الإحسان كلمة التقوى كلمة القنوت الإنسان هل هذا من القانتين أو لا أين أهل البيت الذين يصفون الزوجة تصف زوجها والزوج يصف زوجته والأولاد يصف أباهم أنه من المستغفرين بالأسحار أنه من القانتين لماذا تغيب هذه الكلمات القرآنية عن حياتنا من قال أن هذه الكلمات فقط أننا نقرأها وهذا حدها أرسلم عندما يأتي من يطلب منه النصيحة ماذا يقول قال قل آمنت بالله ثم استقم آمن أليست هي كلمة قرآنية الإيمان استقم الاستقامة أليست كلمة قرآنية إهدنا الصراط المستقيم فإذن هذا الأمر أن أقول أن عندما نقف مع الكلمة ونفهم معناها وندرك مكانتها وأنها محل الأمر الإلهي فلابد أن نفهم أن حق هذه الكلمة أن تحفر وأن نفهم معناها ثم أن يكون لها دور في حياتنا أن نعيش معها وبها وأن ننشرها وأن ندعو إليها وأن نرب أولادنا عليها وأن تصبح حاضرة في حياتنا أما أن نعيش بكلمات ويتصبح مرجع لنا ونقوم بها أنفسنا ونزن بها ونترك كلمات القرآن التي هي محل الأمر الرباني هذا إشكال وهذا إشكال كبير وهذه أكبر بوابة ستجعلنا بعيدين أن نعيش حياة القرآن وأن يكون القرآن فعلا في حياتنا إذا غابت كلماته إذا غابت كلماته فإذا هذه سبع كلمات الله جل جلاله يذكر أن هذه أوصاف لإنسان إذا اجتمعت فيه ما هو مآله مآله هذا الوعد العظيم جنات زوجات رضوان من الله عز وجل متى تنال هذا إذا كنت من أصحاب هذه الصفات السبع أنت تسأل الجنة وتطلب الجنة وتتمنى أن تكون من أهل الجنة على أي شيء تحاسب نفسك على هذه الكلمات إذا من تحافظ الكلمات ولن تواعي لهذا الأمر ولن تفاهم كل كلمة ماذا تحتوي فكيف كيف أنت تسلك الطريق وتقول أنك تريد أن تصل إلى الجنة واضح وهذه قضية أنا أقول هذه للأسف هذا قصورنا وها عندما أصبحنا نقرأ القرآن فقط نقرأ لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وانتهى فالتقوى كما قلنا محورية التقوى طبعا الكلمات القرآنية الكبرى مثل التقوى والإيمان والإسلام والإحسان إذا ذكرت الكلمة لوحدها في مكان في آية في موطن فاعلم أنها تجمع كل المعاني وأما إذا ذكرت مع غيرها فكل واحد من تلك الكلمات يصبح مختصا بقضية رئيسة في بناء شخصية هذا الإنسان المسلم فهنا جمع بين ذكر التقوى والإيمان والصبر والصدق وبقية الأوصاف وأكبر ما يهمنا في وصف التقوى والإيمان فهنا عندما ذكرت التقوى مع الإيمان لأن المفسرين منهم من قال التقوى هي الكلمة الأم الكلية هنا وأن الأوصاف الباقية الستة هي تفسير لها ومنهم من قال بل هي أوصاف سبعة فلو أخذنا على من قال أنها أوصاف سبعة فالتقوى هنا يكون محور محور ما يراد منها هنا ما يوجد عند الإنسان في عمق قلبه من احترام بالغ لأمر الله عز وجل ووحيه احترام بالغ لأمر الله ووحي الله وأنه يتعامل مع خبر الله بالجلال والإحترام والتعظيم له لما امتلأ قلبه من العلم به جل جلاله وأنه صاحب الحق أن يأمر فيك يا ابن آدى فيكون محور التقوى أن يوجد عندك هذا الأمر والقرآن يؤسس فيك هذا الأمر هذا الجانب جانب التقوى وبناء هذا المعنى في نفسك من بعدين رئيسيين البعد الأول التذكير بما كان في عالم الغيب قبل الشهادة ما هو هذا التذكير التذكير بالعهد والميثاق الذي أخذه الله منك حيث أوقفك بعد أن أخرجك من ظهر أبيك آدم وأوقفك وكلمك وعرفك بأمر جعلك تسلم بربوبيته وألوهيته فسلم كل بني آدم وجعل ذلك فطرة في قلبك فأنت تجد هذا الأمر في أعماق نفسك وهو أن لهذا الكون رب عظيم وأنك في أحلك الظروف والمواقف بل لست أنت كمسلم بل حتى الكافر الملحد في أحلك المواقف إذا شعر وأيقن أنه لا قدرة لأحد أن ينقذه مما حل به فإذا به ينبعث من أعماق نفسه ألجوا إلى القوي العظيم فيقول يا الله وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فيذكرك بهذا الأمر ليكون هذا هو اللبنة الأولى في بناء التقوى والطريق الثاني التفكر في آيات الله بقسميها آيات الله المقروعة وآيات الله المرئية المشهودة فآيات الله المقروعة وهو الكتاب وآيات الله المرئية المشهودة خلق الله في هذا الكون فبهذين الطريقين ما تلقيته في عالم الغيب وذكرك الله به وهو فطرته ولا التفكر في آياته فهذه هي الأمور الرئيسة التي يقوم عليها بناء التقوى ليبني في قلبك هذا الاحترام البالغ والتعظيم الكبير لله جل جلاله وأمره هذه قضية التقوى قضية الإيمان إذا تحملت هذه المسؤولية بالتقوى وأصبحت في مقابل أمر الله فتأتي قضية الإيمان لتكون هي الأصل الذي تبني به في قلبك قضية صدق الإخلاص لله وأن يكون مقصودك في هذا العمل وجه الله وأن يكون في قلبك الالتزام بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان يوجد عندك بعد أن تحملت مسؤولية الأمانة وقبلتها وأصبحت مدركا للأمر هذا بالتقوى فالإيمان يحدد لك الوجهة الوجهة والقبلة فإذا ما إن طلقت بهذين الاستعدادين الاستعداد الأول لتحمل المسؤولية الذي ألغى المسؤولية نحو وأن الأمر بحق هو الله جل جلاله والإيمان حدد لك الوجهة فأول ما تأتي لتتعامل مع تلك الشهوات ابتداء بتلك اليقينية فكل ما قال الله عن الدنيا حق قال أنها شهوة زائلة فلا تتعامل إلا بهذا اليقين بهذا اليقين أخبرك أنها متعة زائلة آمنت أمرك بأن تعمل معها بكذا آمنت إذن بالتقوى والإيمان ستتلقى أوامر الله عز وجل في التعامل مع هذه الشهوات إذن هذا دور الإيمان والتقوى والإيمان ثم يأتي في الوصف الثالث ما هو وصف الصبر لماذا الصبر قلنا الغرائز هو عارم دافع للإنسان نحو الإشباع والإنسان قد تدفعه شهوته في لحظة ضعف فينحرف عن التوازن ففي حال الانحراف يحتاج إلى علاج حاسم وقته في حال ثوران الشهوة لأن طريق الإيمان والتقوى طريق بناء طويل وثوران الشهوة يأتي فجأة يضغط على الإنسان لكي يفعل هذا الأمر ويحقق إشباع وكثير من الشهوات قد يكون إشباع الإنسان لنفسه فيها في لحظة فعندما تثور تلك الشهوة العارمة في تلك اللحظة في لحظة الضعف ما هو علاجها؟ علاجها الصبر فالصبر حد قاطع تعالج به النفس عند ثوران الشهوة عند ثوران الشهوة فإذا أعطانا الآن الخط البناء الطويل الذي سيعطيك السلامة على طول الخط ثم وأنت تبني للإيمان والتقوى فاجأتك نفسك بثوران الشهوة وأرادت أن تقطع عليك طريقك فكيف تزيل هذا الأمر عن طريق استقامتك وأنت تبني؟ إنما يكون بالصبر إنما يكون بالصبر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى عند هذه المفاجأة ثوران النفس قوة العاطفة فما الذي سيكبح جماحها الصبر ليدفعها فإذا ما دفعها تعود بالنفس إلى طريقها المستقيم الطويل ما معنى الصبر؟ كيف يبنى الصبر؟ هذه الآن قضية أخرى ليست محل حديثا الآن لكن فقط في ظل منظومة هذه المذكورات إذن البناء بالتقوى أولا ليحدث ذاك الاحترام للوحي ولحقانية الله في الأمر الإيمان لتحديد الوجهة والقبلة عندما تريد أن تعمل فيعطيك سلامة في قضية الصدق والإخلاص الإيمان يعطيك سلامة في قضية قوة الدافعية نحو الاتباع الهدي النبوي فهذه كلها قضايا مرتبطة بالإيمان بالإيمان ثم وأنت تبني إن فاجأت كنفسك وثارت الغريزة لأن ما ذكر هنا شهوات ولذلك الأمراض التي تفد على الإنسان قسمين مرض الشبهات ومرض الشهوات فمرض الشبهات علاجه بالعلم ومرض الشهوات علاجه بماذا علاج آني وعلاج طويل العلاج الآن بالصبر والعلاج الطويل بملء القلب بمحبة الله لأن المحبوب والغريز شيء محبوب لأن المحبوب لا يترك إلا لمحبوب أعلى منه هذا طبع الإنسان ما تحبه فإنك لا تتركه إلا إذا علمت أن تحصيله سيحرمك من محبوب آخر أعلى منه وأعظم منه فإنك تترك المحبوب الأدنى لأجل المحبوب الأعلى فإذن جاء الصبر لذلك ثم بعد ذلك الصدق الصدق لأنه عنوان الاستقامة والثبات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالإيمان ماذا يحتاج؟ إذا بني الإيمان يحتاج إلى صدق حتى يكون صفتك مدة حياتك فتأتي قضية الصدق لأنها هي عنوان ماذا؟ عنوان الاستقامة والإنسان الذي تعلق قلبه بالدنيا هذا من أكبر ما سيصرفه عن الصدق لأن من تعلق قلبه من لم يتعلق قلبه بالدنيا فلذلك يجامل من أجل ماذا؟ فإن ذهبت الدنيا كما قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإن كان بهذا الوصف فلن تجده إلا صادقا أما من صار عبدا للدنيا فما أعز أن تجده من الصادق وما أقل أن تجده صادقا فلذلك الصدق إذن هو عنوان الطريق والوصف وأعظم ما يكون الصدق في تصديق خبر السماء وأعظم ما يكون الصدق في الوفاء بالعهد مع الله جل جلال فيكون إذن الصدق عنوان هذا الطريق ثم بعد ذلك الاستمرار في العمل الصالح وهو القنوط فالقنوط إذن القانتين عنوان للإنسان الذي مظهره الطاعة في كل شيء هذا وصف القنوط فهو زمام من أصبح من أهل هذا الوصف زمام ليش لسلوكه فالصدق زمام لقوله زمام لوصف حاله أما القنوط فإنما هو وصف يملك سلوك الإنسان بمعنى أن العبادة تصبح سمتا للإنسان يدركها كل من يخالطه القانتين هذا وصف الآن للذات ثم وصف في العلاقة مع الآخرين وهو الإنفاق الإنفاق فهو يتعامل مع ما أوتي بما يحبه من آتاه فالذي آتاه ذلك يحب أن تكون من المنفقين يحبك أن تكون منفقاً هو يعطيك رزاق ويحب أن تكون إن الله كريم يحب الكرم وإن الله جواد يحب الجود فإذن الإنفاق ثم بعد كل تلك الأعمال في آخر يومهم لأن تلك الأعمال من يوم أن يصبح إلى أن ينام بعد أن أنجز تلك الأعمال هل أنجزها والنفس مطمئنة أنه انتهى لا فإن علمه برب الذي أوجده مفهوم التقوى واستشعاره لعظمة الرب جل جلاله فإنه يجعله يخشى الله فمع كل ما قدم يخاف من نفسه على عمل نفسه ويخشى أن نفسه الأمار بالسوء التي أخبره الله عز وجل عنها إن النفس لأمارة بالسوء ووصف له نفسه بأنه ظلوم جهول فيخاف أن يكون خدع من نفسه لأنه خدع من ربه حاشا أن يظن بربه هذا لكنه يخاف من نفسه على نفسه فلذلك يقوم في الليل ليستغفر الله يستغفر الله من ماذا من أعمال قدمها قربة لربه أن يكون قدم له سلعة مغشوشة وأنه ما أتقنها وما أحسن أداءها وما لبى أمر الله في ما أراده في مواصفاتها فلذلك يخاف فيستغفر الله وشتان بين هذا الوصف وبين من يستغفر الله من ذنب تلك مرتبة لكن هل هذه كهذه خليل الله إبراهيم بعد كل تلك التضحية يرفع قواعد البيت ويستغفر ربه عز وجل فإذا هؤلاء بعد أن فعلوا كل ما فعلوا ناموا فإن النفس التي آمنت شتان أن يرتاح الجسد معه فلذلك تبعثه تبعثه من نومه وتوقظه خوفا من الله عز وجل وإذا به ليس الخوف من قضية أنه ما عمل بل الخوف أن ما عمل لا يقبله الله لأنه قصر في الوفاء بما أراده الله فقدمه لربه على غير كمال فإذا هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لمن وعدهم بذاك الوعد العظيم وهذه رأينا كيف التقابل بينها وبين تلك الشهوات فإذا هو آمن بما ذكر الله عن تلك الأمور ثم فوران الشهوة ابتداء كيف عالجه وهو يبني بالصبر ثم أن ذلك لم يكن يرغر وغان الثعلب وإنما استدامه ليس اليوم ينفق وغدا يذهب ليأخذ ما يحرم وليس اليوم يزهد لأن الذي قدم له قليل في رشوة فلا يقبل وغدا إذا قدم المال الطائل قبل وإنما الصدق عنوانه في كل في كل طريقه وهو يتعامل مع تلك الشهوات ثم القانت كل ذلك يحوله ليكون عبادة لله ثم ممتلكه فإن الإنفاق وصف وصف له وصف له ممتلك شيئا فهو ينفق إن لم يملك مال فهو ينفق الكلمة الطيبة لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بماذا برحابة صدوركم بالكلمة الطيبة بالدعاء بأن تشعر الناء الإنسان أنك معه ثم بعد كل تلك الأعمال مع تلك الشهوات مع ذلك هو يستغفر الله عز وجل فإذن هذه الأوصاف التي ذكرت للحصول على الجنة في مقابل التوازن مع شهوات الدنيا نسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يلين قلوبنا لطاعته وأن يزكي نفوسنا فهو خير من زكاها وأن يملأ قلوبنا التقوى وأن يجعلها زاداً لنا للأخرى نسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب وهو الجواد الكريم أن يرزقنا الإيمان الصادق وأن يحبب إلينا العمل الصالح وأن يلين جوارحنا له وأن يتقبله منا إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر